أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا هنعيشها صح ومعنا أستاذ أحمد سيد محمود مستشار ضريبي وخبير الدرايب أهلا بحضرتك أستاذ أحمد أهلا بحضرتك نورتنا ونورت قناة الصحة والجمال في البداية كنا عايزين حايت تعرفنا بنفسك أنا أحمد سيد محمود محاسب قانوني وخبير درايب عدو اتحاد محاسبين العرب زمالي الجماعية المصرية للمالية العامة والدرايب نعم حلوا قوي طيب كنا عايزين نعرف عنيك أنواع الدرايب في مصر إيه بص حضرتك هو أنواع الدرايب في مصر على الأفراد بتنقسم لست أنواع منهم المباشر ومنهم الغير مباشر هم ستة أنواع بتنقسم لمباشر وغير مباشر الغير مباشر عبارة عن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجمارك أو ضريبة الوارد دي ليه غير مباشرة علشان خاطر بتيجي في الآخر على المستهلك النهائي يعني الفرض الشخص في الآخر هو اللي بيعتها حملها تمام أما الضرائب المباشرة عبارة عن فيه ضريبة الدخل فيه ضريبة النشاط التجاري والصناعي فيه ضريبة كذب العمل وفيه الضريبة العقارية تمام هنمسك جزئية جزئية بشارحة مبسط كده بالنسبة لضريبة الدخل هي بتخص المهن الحرة دي الضريبة غير مباشرة دي الضريبة المباشرة بتخص ضريبة الدخل بتخص المهن الحرة زي المحامي المهندس الدكتور يعني ملهاش علاقة بالمنشآت الصناعية وبالنشاط التجاري خالص حاجات خاصة مهن خص حرة خاص طيب كنا عايزين نعرف حقيقة ايه ضريبة الدخل ضريبة الدخل هي على المهن الحرة المهن الحرة اللي هي زي الدكتور زي المهندس زي المحامي تمام دول تلات مهن ولا في حاجة كمان لا اي شيء يخص المهن الحرة اه شغل حر دي ضريبة الدخل دي ضريبة الدخل بتطبق عليهم دي مباشرة ولا غير مباشرة دي مباشرة دي المباشرة تمام بالنسبة عني جي لضريبة الارباح التجارية والصناعية دي بتخص المنشآت الفردية المحلات المحلات شركات مثلا شركات صغيرة مش مش الشركات الكبيرة شركات الكبيرة ده موضوع تاني خالص يعني ما بتصنفش أرباح داريبة أرباح مش على شركات كبيرة دي ده موضوع تاني خالص انا بتكلم عن الأشخاص أو الأفراد دول وجه تمام انواع الضرائب بتاعتهم اللي بيغضعوا لها ايه وكل الانواع اللي انا بتكلم عليها دي تمام كلها بتشرح يعني في شريح معينة بتمشي عليها فيه اعفاء ضريبي وفيه اعفاء شخصي اي حد بيقضع للضريبة دي ليه اعفاء ضريبي وليه اعفاء شخصي اعفاء ضريبي واختين اه بعد الاعفاءات دي بيبتدي يخش في شريح تمام يعني كل شريحة ليه نسبة معينة بيتحسب عليها في الضرائب تمام تمام احنا كده خلصنا جزئية هي النسبة دي بناء على ايه لا النسب دي ده القانون اللي حطتها القانون حطتها سبتها اه تمام اما احنا كده تكلمنا على ضربة الدخل وضربة الارباح وضربة الارباح التجارية والصناعية ليجي بقى لضريبة كسب العمل تمام ضريبة كسب العمل ديت بتخص المرتبات والأجور الموظفين بمعنى كلهم كله بيغضع للضريبة كسب العمل تمام هي برضو بعد الاعفاء الضريبي وبعد الاعفاء الشخصي بيغضع لنسبة الشريحة بتاعته حسب الراتب بتاعه في شريح معينة طبعا عايزين امثلة عشان نبصت للمشاهدين طلبنا يعني ونوضح لهم الموضوع طبعا واحد مثلا بياخد اجمالي دخله في السنة 24000 جنيه يعني 2000 جنيه في الشهر تمام هو كده دخل في حد الاعفاء اما نيجي نخسم منه الاعفاء الشخصي والاعفاء الضريبي حنلاقيه انه هو ما بيدفعش ضريبة ما بتستقطعش منه ضريبة يعني في الاخر ما فيش ضريبة ما فيش ضريبة يبتدي بقى بعد كده هو مقسم شريح تمام الشريح اللي بعد كده مقسمها الشخص اللي دخله 24000 حيث بتتكلم على الشخص دخله 2000 جنيه في الشهر تمام تمام اللي دخله 2000 جنيه في الشهر اما بيجي في الاخر 24000 جنيه بينيجي في الاخر السنة تمام طيب ام اللي يعني يبدأوا امتى ياخدوا ضريبة عليهم ضريبة من مرتب قد ايه مش 24 أكتر من 24000 يبتدي بقى يزيد المرتب يبتدي فيه نسب وفيه شريح بتشارع ابتداء من كم ألف مثلا يعني مثلا ممكن بقى من يعني نقول من 15000 ل 30000 ده لنسبة تمام من بعد 30000 لما فوق كل مبلغ تمام بيعلى تمام ليه نسبة شريحة معينة بتخضع عليه بتستقطع من الراتب بتاعه كضريبة تسبع عمل دي نسب بقى يعني نسب معينة متحددة ده قانون الحق قانون اه طيب كده بقى فيه ضريبة التصرفات العقرية صح كده بصي هو فيه دلوقتي الناس بتخلط دي مباشرة بقى اه بتخلط بين حقين يعني فيهم فيه ناس بتخلط بينهم شوية فيه الضريبة العقرية وفيه ضريبة التصرفات العقرية يعني يوم الاتنين مش واحد لا ضريبة العقرية حاجة وضريبة التصرفات العقرية حاجة تاني بالزبط الضريبة العقرية دي انا مثلا قاعد في شقة ملكي في الشقة دي بمليون جنيه تمام تمام ما بغضعش للضريبة العقرية اللي بيغضع للضريبة العقرية دي مين اللي شاقتهم عدية لتنين مليون جنيه اه دي الضريبة العقرية يعني حاجة ملكي اكتر من اثنين مليون جنيه بدفع عليها ضريبة إنما التصرفات العقرية دي على حاجة ملكي باعتها حاجة ملكي وباعت خلاص لها ضريبة تصرفات عقرية ايوة تصرفات عقرية بنسبة 2.5% متحددة تمام في حاجة كمان برضو عايزة وضحها لو انا مثلا فرض عنده شقة او 2.3 باسمه اه شقة تمام دي خلاص خضع للتصرفات العقرية دي يدفع 2.5% ضريبة لو عم بعد كده كده شقة باعها بنفس الطريقة تمام بيغضع لقانون دخل في أرباح تجارية في الصناعية يعني دخل في نشاب تجاري إنه هو كده بيتاجر اه زي ضريبة الأرباح والشركات أرباح تجارية طيب إحنا كده بنتكلم على الضريبة المباشرة وتكلمنا عليها باستفادة طيب عايزين نتكلم على الضريبة الغير مباشرة دي ضريبة القيمة المضافة تمام وضريبة السلعة الجمركية يعني نوعين المباشرة أربع أنواع الغير مباشرة نوعين بالزبط طيب يعني عايزين نتكلم أول حاجة بقى على القيمة المضافة القيمة المضافة دي بالنسبة لأي سلعة الواحد بيشتريها بيبقى مضافة عليها أربعتاشر في المية قيمة مضافة تمام دي اللي بيدفعها المستهلك النهائي يعني أنا مثلا روح تشتريت تليفون التليفون دوت مثلا 8 ألف جنيه تمام تمام المفروض أن أما بتيجي تكتب فطورة التليفون دي بعد المبلغ بتاع الفطورة بيبقى 14% ضريبة قيمة مضافة تمام فاللي بيقضى عليها المستهلك النهائي عشان كده اسمها غير مباشرة يعني بس على الأجهزة ولا على كله كل حاجة كل السلعة طيب الضريبة الجمهوركية دي الغير مباشرة برد دي اي منتجات بتيجي من الخارج تمام بيدفع عليها رسوم جدا وبيدفع عليها ضريبة وارد تمام وبيدفع عليها برضو ضريبة قيمة مضافة دي اي حاجة تيجي مستوردة مستوردة ده جمالك يعني جمالك اه عربيات كل حاجة كل حاجة كل حاجة طيب احنا كده تكلمنا عن أنواع الدرايب آآ مباشرة آآ نوعين غير مباشرة غير مباشرة أربع أنواع وضريبة عرقرية وعملنا آآ مقارنة بين الدريبة العقرية وضريبة التصرفات العقرية طيب كنا عايزين نعرف برضو من حضرتك ايه مهم المحاسب القانوني؟ بوسي سيدي المحاسب القانوني عموما كده يعني مهمته إن هو بيحمي الشركة اللي ماسكها أو اللي بيراجع حسابتها من أي مخاطر هو المسؤول آآ هو المسؤول ناحية الدرايب يعني هو بيراجع كل الشغل بتاع الشركة بحيث إن الشركة دي ما تقعش في أي مخاطر من ناحية الدرايب أو بمعنى صح ما يتعرضش لتهرب ضريبي آآ ما يوصلش الشركة إنها يبقى فيه تهرب ضريبي يعني هو بيعمل يحافظ على الميزانية بتاع الشركة يعمل دراسة جدوة بالضبط هو اللي بيعمل الميزانية هو اللي بيحاول بقدر الإمكان تمام إن يمنع وجود مشاكل بين الممول ومصلحة الدرايب تمام؟ تمام دي مهمته وبيمنع كمان دخول الممول في مشاكل تانية كتير جدا زي وبيبقى يعني بيحميه من سرقة داخلية جوى الشركة من العاملين؟ آآ من العاملين اللي جوى الشركة مراجعة باستمرار بتخلي صاحب الشركة ووصل في المحاسب القانوني لأنه بيطلع له أخطاء لللي شغالين عنده وبيراجع كل شي قبل ما بيروح مصلحة الدرايب أو بمعنى صح قبل تقديم الإكرار قبل ما يقدم إكرار ضريبي لازم يكون مراجع على كل حساباته وحسابات العاملين بالضبط لأنه بيبقى مسؤول مسؤولية كاملة أول مسؤول قدام مصلحة الدرايب قدام مصلحة الدرايب ما يوصلش الشركة للتعارب الضريبي خلص أول مسؤول بالضبط طب مهامه ممكن نعرفها بالتفاصيل؟ فيه مهام تاني؟ هو بيعمل ميزانيات تمام؟ قوائم المركز المالي تمام؟ مراجعة فواتير المبيعات وفواتير الشراء الخاصة بالشركة مراجعة داخلية للشركة بالكامل تمام؟ ده بالنسبة للحسابات أما بالنسبة للضرايب أي شيء يخص الدرايب بمحاسب قانوني هو اللي بيختص بالتعامل مع الدرايب هو اللي مسؤول قدامهم وهو اللي بتواصل معهم هو اللي بيتفعه بالضبط لا مش هو اللي بيتفع هو اللي بيتفع بيتفع مع الممول تمام؟ ان خلاص الدريبة كذا طلع لي شيك بكذا عشان تدفع الدريبة تدفع الدريبة عشان شركته ما توصلش للتهارب الضريبي آه بالضبط ومسائلة قانونية بالضبط طيب إيه الفرق بين المحاسب المالي والمحاسب القانوني ده ناس كتير دائما ما بيقوش عارفين إيه الفرق بين المحاسب المالي وإيه المحاسب القانوني طيب المحاسب القانوني عشان يبقى محاسب قانوني أول حاجة لازم يقعد تحت التدريب 3 سنين في مكتب محاسبة يتمرض ده بالنسبة للمحاسب القانوني ولازم بيبقى لملفة مكتب التأمينات بيبقى في سجل المحاسبين والمراجعين مقيد في نقابة التجاريين على إنه محاسب تحت التمرين طيب المحاسب المالي برضو متقايد في نقابة التجاريين لا هو متقايد في نقابة التجاريين كمحاسب كمحاسب تماما بالنسبة للمحاسب القانوني لازم يقعد 3 سنين تحت التمرين وبيروح بعد كده سجل المحاسبين والمراجعين بيمتحن فيه امتحان اه طبعا إذا نجح بياخد شهادة من مكتب اللي هو مقيد فيه وتأميناته تابع المكتب دوت تمام بقى محاسب قانوني خلاص بعد 3 سنين المرحلة اللي بعد 3 سنين هو في خلال 3 سنين دول ممكن يفتح مكتب يعني بعد 3 سنين وخد محاسب قانوني ممكن يفتح مكتب خاص بنفسه إنما علشان يبقى مراجع شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة لازم يقعد 5 سنين تاني ويخش امتحان تاني علشان يبقى مزاول شركات مساهمة لا يعني الأول بيتمرن 3 سنين يفتح مكتب خاص عايش يشتغل محاسب قانوني في شركة كبيرة؟ لا مش محاسب قانوني في شركة كبيرة يبقى مراجع شركات مساهمة مراجع شركات مساهمة خمس سنين كمان لازم يقعد 5 سنين تانيين خلافة 3 سنين 8 سنين آه يعني يقعد 5 سنين تانيين ياخد شهادة بعد ما يمتحن برضو إنه مزاول شركات مساهمة وبيخش برضه امتحان تاني بيخش امتحان تاني ساعتها يحق لي انه هو يرجع شركات مساهمة بياخد شهادات بدا اه طبعا بياخد شهادة من سجل المحاسبين ومراجعين انه هو يحق لي مراجعة شركات مساهمة تمام ده المحاسب القانوني ده المحاسب القانوني بالنسبة للمحاسب المالي اه او الإداري في كل شركة بيبقى فيه أقسام فيه قسم مبيعات فيه قسم مشتريات فيه مغزن فيه الكلام ده كله في كل شركة كل محاسب في قسم من الأقسام دي مختص بشيء هو ده شغل المحاسب المالي انه هو شغال في شركة كذا ماسك قسم المبيعات ده محاسب مالي ده محاسب مالي عادي جدا ففرق بينهم كبير جدا مختلف طبعا اه خالص ومسئولية المحاسب المالي غير المحاسب القانوني نهائيا ده مسئولية وده مسئولية ده مسئول عن قسم معين جوا شركة حسابات قسم معين اه انما محاسب القانوني ده عنده كذا شركة ومسئول عن مجموعة الشركات اللي عنده دي كلها ومسئول عن الدرائب ومسئول قدام مصلحة الدرائب طيب كنا عايزين نعرف ايه هو برضو الفحص الضريبي بصوا حضراتيك هو الفحص الضريبي عبارة عن ان مصلحة الدرائب بتبعيزة تعرف مصداقية الاقرار اللي تقدم من جهة الممول صح ولا غلط يعني اي ممول بيقدم الاقرار الضريبي بتاعه مع الميزانية بتاعته بيبقى حاطت فيها المشتريات بيبقى حاطت فيها المبيعات بيبقى حاطت فيها صافي الربح ضربته كامل بيجي بعد ما بيتقدم الاقرار الدرائب بعد كده المختصة بالشركة دي بتطلب تفحص الشركة من خلال المأمور يعني من خلال ده ولا لا فبالتالي في بعض الشركات لازم بتدفع فروق يعني واحد مش كل الشركات مش كل الشركات طبعا ودي بتبقى موجودة كتير يعني مش كل الشركات بتبقى اا الاخرار بتاعها زي اا ما المأمور بيفحص المأمور اما بيفحص بيلاقي مصروفات معينة لأ المصروفات دي اه تجنب خالص مش 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 هخضعها معايا فبيبتدي بيحصل في الاخر ان ببقى في فروق ضريبية الفروق الضريبية دي بتدفع بيبقى في فروق ضريبية اا ممكن في الاخر بتدفع اا عن كل السنة بقى يعني حسب فحص السنة اا طب بالنسبة لعكوب بتتهرب الضريب لا هي دلوقتي غرامة وحبس يعني وصلت دلوقتي التهرب الضريبي بقى دفعة ضريبة وغرامة وحبس كمان لو استدعى الامر يعني لان فيه تعديلات كتير جدا موجودة دلوقتي اا موضوع ما بقاش فيه ظهر خالص اا موضوع ما بقاش فيه ظهر خالص فلازم برضو اي محاسب قانوني اا اول حاجة بيبص لها مصلحة الممول اللي عنده اللي عنده لانه مسئولة عنه مسئولية كاملة هو المسئول طيب احنا بنشكر حيك على المعلومات المفيدة دي وفي نهاية فقرتنا بنشكر استاذ احمد على وجوده معينا شكرا 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 شكرا